مساء الخير مشاهدينا بنلتقي معكم في اللقاء الاسبوعي اللي بنعمله على اليوتيوب في قناة مع مجد خليل وز مجد خليل والنهاردة هنناقش موضوع مهم واعذروني لو كانت المحاضرة طويلة شوية لأن موضوع مهم جدا وكتاب مهم جدا اسم الكتاب لسه الكتاب لسه صادر الكتاب صادر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2016 وترجمة إلى العربية ونشرة في 2018 وده يعتبر إعجاز كبير الكتاب اسمه الكلمة المعصومة الكلمة المعصومة هذا هو الكتاب حوالي 500 صفحة يعني 475 صفحة يعني حوالي 500 صفحة هذا الكتاب يعني اللي خلانا نعمل عليه محاضرة أولا أهمية الكتاب لأن الكتاب مألفه 24 أستاذ لهوت مرموك في العالم يعني 24 بحث فريد من أسازة مميزة حول العالم الحاجة التانية موضوع الكتاب الموضوع الكتاب هو عصمة الكتاب المقدس عصمة الكتاب المقدس وده مش موجود في العربية أغلب الحاجات اللي موجودة في العربية استحالة تحريف الكتاب المقدس الكتاب المقدس ما يتحرفش يعني العرى الكتابات اللي بالعربية موجهة للمسلمين موجهة للمسلمين إن الكتاب بتاعنا ما يتحرفش لأن المسلمين هو مشكلتهم إن هم ما يعرفوش حاجة عن الكتاب المقدس فالقرآن بتاعهم بيقول إن المسيح مش إله والمسيح ما تصلابش وشبه به ولقى من الإنجيل بيقول عكس كده خالص فقالوا آه كتابهم محرف من غير ما يكون عندهم أي أسانيد أو أدلة أو مخطوطات أو نسخة أصلية ما عندهمش حاجة تقريباً المسلمين ما عندهمش حاجة ليطعنوا في الكتاب المقدس فبالتالي بيرد عليهم الآباط ويقولونهم إن الكتاب بتاعنا استحالة تحريف الكتاب المقدس وده كتابات كتيرة انتشرت بالعربية على استحالة لكن الكتاب ده الكلمة المعصومة بيتكلم على عصمة الكتاب المقدس في مواجهة عشرات طوافان طوافان من التعدي والتجرؤ على عصمة الكتاب المقدس الكتاب محرر واحد من لهوتي بارع دكتور القصة جون ماك أرثر وده مؤلف كبير لو بحثت عنه هتلاقوا غذير الإنتاج وأستاذ مرموك في الولايات المتحدة الأمريكية المترجم شاب اسمه سومئيل صليب الحقيقة أنا بشكره على هذه الترجمة وبسرعة وترجمة رصينة جداً وممتازة جداً وبشكره على الهوامش لأن ده كتاب أكاديمي كتاب أكاديمي رفيع المستوى ففي كتير جداً مصطلحات المترجم كتبها بتوضيح في الهوامش بشكل دقيق وجميل وفعلاً يعني سومئيل صليب يستحق الشكر على هذه الترجمة المميزة وعلى الهوامش وعلى الإخراج العام في الكتاب شكل جيد جداً دار المعشر بتاعة الكتاب هي اسمها دار كلام الحياة الأبدية كلام الحياة الأبدية ودي منظمة في الولايات منظمة غير ربحية يعني غير ربحية يعني أي تبرعات لها بتبقى مخصومة من الضرائب معمولة في الولايات المتحدة الأمريكية بيشرف عليها قصة بروتستانتي مصري اسمه دكتور القصة أشرف بشاي القصة أشرف بشاي هو يعني كان جاي يعمل دكتوراه من بنسلفانيا أنا تعرفت عليه جاي يعمل دكتوراه في بنسلفانيا في اللاهوت وعزمته في أحد مؤتمراتنا وتقابلت معه في المؤتمر وتعرفت عليه هو شخص دارس كويس جدا دارس كلية لهوت وماجستير في تاريخ الكنيسة من مصر وأيضا دارس مخريج كلية إعلام جامعة القاهرة وكلية الحقوق جامعة القاهرة بالإضافة إلى ماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية في اللاهوت هو دكتوراه يعني شخص الحقيقة مميز في دراساته يعني الدار الحياة الأبدية دي دار الحياة الأبدية هي كما قلت في الولايات المتحدة الأمريكية بس الكتاب بيوزع في مصر وفي الولايات المتحدة الأمريكية في توزيع هذا الكتاب في مصر حاليا وحدة اسمها الأستاذة نسمة كمال نسمة كمال اللي عاوز الكتاب يعني عند الأستاذة نسمة كمال 012 013 3838131 هقرر الثاني 012 013 38131 أو اللي عايزه من الأسيس أشرب بشيء حول العالم في الخارج يعني هو عنده إيميل ASH من أشرب بشاي B-E-S-H-A-Y-2020-at-gmail.com وفيه اتنين موقعين للمنظمة بتاعتهم دار الحياة الأبدية هذا هو أنا أتمنى أن يكونوا شايفينها كويس الكاميرا شايفها كويس عشان الناس اللي عايزة تقتني هذا الكتاب أتمنى أن كل المهتمين بالكتاب المقدس وبعصبة الكتاب المقدس وبدراسات الكتاب المقدس يقتنوا هذا الكتاب بالمناسبة هو واخدين هو كما علمت أنه واخد حق طبع 3000 نسخة بس من هذا الكتاب لأنه منشور بشكل قانوني ولازم إذن من دار النشر الأمريكية وبالتالي أنا أتمنى أن كل المهتمين بالكتاب بالذات أنا الكنيسة بتاعتي بالذات كليات الإكريركية وطبعاً مفروض كليات اللهوت الإنجليا في الشرق الأوسط كله تقتني طلبت دراسات اللهوت طلبت الكلية الإكريركية عشان ما يركزوش بس على التقوس والألحان والكلام ده لازم يركزوا على الكتاب المقدس بشكل عميق بشكل عميق الأسقفة الأغباط الأسس الأغباط أتمنى أن كل واحد فيهم يقتني نسخة من هذا الكتاب لأن أنا قريت الكتاب قراءة متأنية جداً حرف حرف وعرفت قدي كتاب قيم يعني قيم وأنا في هذا المحاضر أحاول هستعرض بعض في الكتاب يعني كل المعلومات اللي هقولها هجيبها من الكتاب أنا مش جايب حاجة من معل أنا مش متخصص في اللهوت وأن كنت يعني قارق جيد للهوت الديني ومؤمن مسيحي في الحالتين تجعلني غيوراً على الكتاب المقدس وفي نفس الوقت أحب أن أنا أشارك رؤيتي لهذا الكتاب وما خرجت من معلومات فكل الكلام اللي أنا هقوله هيتكون من هذا الكتاب ولو قلت حاجة من نفسه هقول أرأيي أنا كذا يعني عشان يفصل عن الكتاب فكل المعلومات هتكون من هذا الكتاب القيم يعني أنا حطيت يعني حوالي 6-7 محاور أتناقش عنها لأن 24 بحث دول 24 بحث كبير متشعبين جداً أنا قيت محاور مهمة حسيت أنها مهمة وقلت أنا أشك فيها من الكتاب أول محور أنا تكلمت عليه لماذا يعني ليه الكتاب ده مهم حالياً ليه مهم في الشرق الأوسط أولاً ليه مهم في الشرق الأوسط أولاً لأن الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة في مصر تحديداً بدأ نوع من التعدي على الكتاب المقدس يعني من الطرفين من الطرف البرتستانتي وده غريب وشيء غريب شوية ومن الطرف الارثوزوكسي بطريقة مختلفة بطريقة مختلفة هقول لك دلوقتي في الكنيسة اللي هي الإنجيلية هي اسمها البرسبتيريان تشيرش اسمها مشيخية الكنيسة المشيخية في مصر وأشهر كناس مصر أصر الدبارة طلع منها مجموعة وتحت رعاية رئاسة الطائفة وتحت رعاية سات سيفن وتحت رعاية كلية اللهوت الإنجيلي يعني مجموعة نافذة في الكنيسة الإنجيلية عملوا حاجة اسمها منصة الاختلاف التفسيري للكتاب المقدس منصة الاختلاف التفسيري للكتاب المقدس سموها نقض لا نقض نقض بالدال يعني معناها نحن سننتقد الكتاب المقدس ولن نهدمه يعني الأنوان نفسه في قدر كبير جدا من الغرور واللا مسئولية يعني انتم جايين تقولوننا ان احنا هننتقد الكتاب المقدس وده هنرد عليه ومش هنهده يعني بتطمنونا انه كنتم مش هتهده الكتاب المقدس شيء غاية في الغرور انا انا في تقديري الشخصي ان ده حصل طبعا الكلام الموجات دي يعني زي ما يقوله مراهقة متأخرة في الشرق الاوسط من القرن الثمنتاشر والتسعتاشر كل الكلام الموضوع نقد لنقد دول موجود في اوروبا وامريكا بل ان حركة التجرؤ على الكتاب المقدس تجرؤ على الكتاب المقدس سابت اوروبا في شكل الحاد ولا دينية ودمرت كثير جدا من اركان المسيحية الاوروبية ووصلت متأخرة الى مصر في حركة نقد لنقد اعاوز اقول لكم حاجة على الكنيسة اللي هي البرسبتيريان شيرش دي اللي هي الكنيسة المشيخية الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الامريكية متأسمة قسمين يعني حصل دلوقتي في حركات في امريكا لان التجرؤ على الكتاب المقدس ايضا وصل للولايات المتحدة الامريكية وبشكل واسع ايضا ولكن مش بنفس اوروبا ولكن لو استمر التجرؤ على الكتاب المقدس امريكا هتبقى اوروبا بعد كده هتنتشر فيها الالحاد نشكر الله أن فيه كتير قوي ناس مؤمنين في أمريكا بيؤمنوا بالكتاب المقدس وبيدفعوا عن الكتاب المقدس لكن الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة متقسمة لمجموعة لبرالية انقسموا على بعضهم مجموعة لبرالية يعني بتأمن باللهوت اللبرالي وبنقد الكتاب المقدس وبعدم اسمة الكتاب المقدس ومجموعة مشيخية محافظة لأن ما فيش في مصر تقسيم للكنيسة الإنجلية وحتى ما بيسموهاش مشيخية بيسموها إنجلية هي مشيخية الكنيسة المشيخية في مصر كلهم مع بعض كلهم في بوتقة واحدة فداخل الكنيسة الانجليا في مصر الكنيستين اللي موجودين في امريكا ممثلين داخل مصر يعني في مجموعة لبرالية لا تؤمن بعصمة الكتاب المقدس وتتجرع على الكتاب المقدس وتقول اخطاء في الكتاب المقدس زي القصة الكرام لمع بيقول ان الكتاب المقدس في اخطاء وفي نفس الوقت في مجموعة ايضا داخل نفس الكنيسة مجموعة محافظة تؤمن بنفس قيم المسيحية المحافظة في الولايات المتحدة الأمريكية ده أنا أنا بقى بسميها الناس دي تنتج لإيه الغرض منهم إيه أنا سميها self-centered Christianity self-centered Christianity إنها مسيحية متمحورة حول الزد يعني مسيحية بمحورها حولين الزد فيه مصطلح اسمه man-centered Christianity مسيحية متحورة حول الإنسان لكن المجموعة اللي بتشتغل في مصر دي زي المجموعات اللي في أوروبا اللي وصلوا لمصر بيشتغلوا حولين ذاتهم يعني نوع من التعالي الفكري على الكتاب المقدس وممكن نسميها self-centered فيه في الجانب الآخر الجانب الأرثوزوكسي السيس شهير جدا في مصر الجديدة وهو نجم تلفزيوني كبير قمص وطلع وقال إنه في أكتر من محاضرة قال أن التقليد إحنا عندنا هما الكتاب المقدس بتاعت الدهس كلها إحنا عندنا كمان التقليد يعني معناه أن الكتاب المقدس وحده لا يكفي وقال أني لازم تطيع أبونا وده قررها حتى في أمريكا في قلب في منطقة من أرقى المناطق في لونج آيلاند في نيويورك وفي مصر قال الكلام ده لازم تطيع أبونا لازم تطيع سيدنا الأسكف لأن أبونا وسيدنا الأسكف هما الاتنين النول هما اللي هيوصلك السماء تخيلوا يعني إن السماء ودي طبعا انحراف لهوتي قديم إن لا خلاص إلا من الكنيسة والكنيسة هي رجال الدين وبالتالي لا خلاص إلا من خلال رجل الدين هذا التعليم الجانب شوفه إن هو الكتاب المقدس لا يكفي وإن رجل الدين هو لا يدخلك السماء وفي الناحية التانية بيشكه في عصمة الكتاب المقدس أنا سمتها clergy centered Christianity يعني مسيحية متمحورة حول رجل الدين يعني المحور المسيحية ومحور المسيح المفروض يكون المسيح لا ذات ولا رجل الدين فاللي راحوا يمين في الكنيسة القبطية متمحورة حول رجل الدين واللي راحوا يسار في الكنيسة البروتستانتية في مصر متمحور حول ذاته هما الاثنين على فكرة وجهان لعملة واحدة وهم الاثنين مؤيدين جدا على أعلى المستويات من المؤسسة بتاعتهم من المؤسسة الأرثوكسية مؤيدة هذا القمص ومن المؤسسة الإنجلية على أعلى مستوى مؤيدة هذه المجموعة النافذة التي تطعم في الكتاب المقدس ولهذا كما قلت أن الكتاب ده جاء في وقت مناسب لأنهم بدأوا في السنتين الأخرين هجوم كسيف على الكتاب المقدس الحاجة اللي عاوز أشير إليها فكرة التقليد فكرة التقليد اللي أشار إليها هذا القمص والحقيقة أن التقليد في كتابات الأباء كلها لازم يبقى فيه معيار عشان أنا أريت بعض المعايير فيه معيار سابت الأباء كلهم قالوا عليه الأدام أن أي تقليد وأي تسليم لابد أن يقاس على الكتاب المقدس ده هقولها في داخل المحاضرة بعد كده أكتر تفصيل أن ما فيش حاجة اسمها كتابات أباء ولا كتابات فلان ولا تقليد ولا مجامع ولا أي شيء أي شيء في الدنيا أي شيء في الدنيا في التعليم المسيحي لابد أن يقاس معيار مصورة إيس بيها هيو الكتاب المقدس أي شيء مخالف للكتاب المقدس هو تعليم فاسد ومن ثم إذا تكلمنا على التقليد التقليد في الكلاسة الكبطية عبارة عن جبل ضخم جدا جدا فيه حاجات حلوة وفيه حاجات سيئة جدا جدا فعشان كده عشان نكون مع التقليد نحط معيارين المعيار الأول اللي حطوا الآباء كلهم أنه التقليد لابد أن يكون لا يتعارض مع الكتاب المقدس لو يتعارض مع الكتاب المقدس يبقى تقليد فاسد الحاجة التانية اللي أنا حطيتها أنه ما يضغاش على الكتاب المقدس الأباء ما كانش فيه تقليد كان حاجة صغيرة زمان لكن دلوقتي بقى جبل كل شوية يضيفون لنا حاجات يضيفوا حاجات كل بطرك يضيف حاجاته وكل مجمع يضيف حاجاته فبقى جبل من التقليد طيب الإنسان ده عنده وقت محدود في حياته لو التقليد هو اللي طاغي على الكتاب المقدس يبقى تقليد فاسد هنا يعني لو الواحد عنده عشر كنيسة فيها عشر ساعات بتديهم تدي تسع ساعات ولا تسع ساعات ونص للتقليد وتدي نص ساعة للمسيح ولكتابه المقدس يبقى ده اسمه تغيان التقليد يبقى قلنا إذا التقليد عشان يكون حاجة كويسة أولا لا يعارض الكتاب المقدس ثانيا لا يضغى على الكتاب المقدس وعلى المسيح أيضا المسيح لأن الكتاب المقدس هو كلمته واحد الكتاب المقدس هو كلمة المسيح فلا يضغى التقليد على الكتاب المقدس ولا يضغى شيء في الكنيسة على المسيح ده عشان تكون للأسف إن ده يعني ممكن صراع طويل حصل في الإصلاح وحصل في مجمع ترينت 1545 طلعوا قالوا أن الكتاب المقدس والتقليد هم مصدر إيمان الكنيسة الكاسلوكية وأن كلاهما تفسره الكنيسة يعني للأسف يعني وده موضوع يعني موضوع التقليد ده موضوع واسع ومتسع الكلام فيه أنا هكتفي بهذا إن إحنا اللي هي وضع ضوابط للتقليد الضابطين الأساسيين لأي تقليد هو أن لا يتعارض مع الكتاب المقدس وأن لا يضغى على الكتاب المقدس طيب قلنا ليه هذا الكتاب مهم في هذا الوقت بالذات في مصر وشفنا طرفي النقيد في الكنيسة القبطية وفي الارستوكسية والكنيسة القبطية الإنجلية وكلاهما حصلت فيه حركات تعدي على الكتاب المقدس بشكل أو بآخر يحمد للأمريكان أن يطلعوا كتاب زي ده 24 ينتقدوا يعني أتمنى أن بطارقة الشرق مثلا وأساقفة الشرق الأوسط يطلعوا كتاب ينتقدوا الممارسات الخطاة دول على الأقل عندهم الشجاعة الأكاديمية الرفيعة المستوى أنهم طلعوا كتب مش كتاب كتب كثيرة جدا تنتقد التجرع على الكتاب المقدس وتنتقد الظواهر السلبية في الكنيسة الغربية احنا ما عندناش الكلام ده يعني أقرب إلى آلية متح الزاتي أوتوماتيك كده متح 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 وتمنى أن يجي يوم أن احنا نعمل دراسات نقضية عن كنيساتنا ليه الكتاب ده مهم بالنسبة للعالم أيضا مش بس للشرق الأوسط لأن في ظهور طيارات ضخمة جدا جدا على مدى القرنين اللي فاتوا تعادي الكتاب المقدس المحر الكتاب الدكتور جون ماك أرثر بيقول على مدار خدمتي كانت تقريبا جميع الاعتداءات الأكثر خطورة على الكتاب المقدس صادرة من أساتذة لهوت ورعاة كنائس ضخمة ودجالين كارزميين على شاشات التلفزيون ومؤلفين إنجليين معروفين وعلماء نفس مسيحيين ومدونين على الهامش الإنجيلي إن أكثر الهجمات خبثا وتدميرا روحيا على الكنيسة كانت تأتي من الداخل دائما عبر الجهود الخفية لتقويت سلطة الأصفار المقدسة فالزئاب ترتدي سياب الحملان وإبليس وأتباعه يغيرون شكلهم إلى شبه ملك نور ويغلف المعلمون الكذب أنفسهم بالتقوى الزائفة ويزينون الحوائد بشهادات علمية صادرة عن معاهد لهوتية مرموكة كلامه جميل وصحيح وده عبر تاريخ الكنيسة وإحنا شفنا حتى الهرطقات الأولى كانت جاية من قمم داخل الطيار الديني سواء أريوس كان أسكوف أو نستور كان بطريارك أو أطاخي كان رئيس دير وهكذا أغلب البدع جات من رجال دين أغلب التعدي على لهوت الكنيسة وعلى المسيح وعلى كتابه المقدس جاي من داخل الكنيسة ومن قمم عشان كده هنسمع بعد كده كلام في هذه المحاضرة للقدسة وستنيش أقولك ما تبصش لحد ما تبصش لفلان ما تبصش فلان ما تقعد خدك الأسماء القدس فلان ولا القدس في العلان ولا القدس ترتان ولا مش عارف مين الكتاب المقدس هو المعيار لتقييم كتابات الآباء والآباء المستقيمون جابوا كتاباتهم العظيمة دي من الكتاب المقدس ومن خبراتهم الروحية مع الله والتزموا بالأسفار المقدسة بسلطة الأسفار المقدسة وبعسمة الأسفار المقدسة أنا هقل لكم من الكتاب بعض الانحرفات اللي ذكرها الكتاب على الانحرفات الحديثة يعني مثلا المورمن مثلا ده من داخل المسيحية طلعت دين تاني اسمه المورمن الأدفنتست شهود يهوى ده الحاجات الكبيرة لكن كمان فيه اللهوت الليبرالي اللهوت الليبرالي اللي على مدى قرنين بيطعن في عصمة الكتاب وفي سلطة الكتاب وفي الإعلان الإله نفسه ويريد أن يخضع الإعلان الإله والإيمان لسلطة العقل وفي الآخر خالص قاله مفيش مسيح بعد كده فيه كمان مجموعة سلطة النقد الأعلى الهاير كريتسيزم والكنيسة الحرة في اسكتلندا اسكتلندا دي لها فصل كامل في هذا الكتاب لأن اسكتلندا بشرها واحد عظيم جدا يعني عمل النهضة الروحية فيها بعد الإصلاح جون نوكس كانت من أنشط كنائس العالم اسكتلندا لكن دخلت على اللهوت الليبرالي وتدمرت المسيحية بشكل كبير في اسكتلندا بين الإلحاد وبين اللا دينية وما بينها وصلت لسنة 2009 أنهم عملوا الأسوس بتاعتهم من المسليين ده اللي هي ازاي الكنيسة الحرة في اسكتلندا دي وصلت لهذا الموضوع فيه كمان تحدي ما بعد القانطية بعد قانط اللي هي لهوت ما بعد قانط بعد ما دخلت الفلسفات والكلام زي كده فيه كمان حركة الجوجة الثالثة دي حاجة مهمة جدا ده مهمة لأنه دخلوا التقاليد الصوفية والمصطلحات الصوفية والأدبيات التصوف فوق كلمة الله والدروشة بقى وبعضهم ناس بقى بيعملوا زي بيعمل الحضر عند المسلمين هيا هيا زي الصوفيين كده ده دخلوها ده هي الموجة الثالثة فيه كمان كنيسة المسيح المتحدة بكليفلند United Church Christ ده الكنيسة دي بتقولك أن الكتاب المقدس ماكملش الإعلان الإله مستمر والكتاب المقدس غير كافي وغير مكتمل وأن فيه إعلانات إلهية تناسب العصر الحالي حاجات كده كمان الكنيسة المنصقة بالسوق اللي بيسميها ماك أرسر المنصقة اللي هي عقلية السوق اللي يعني الزبون عايز إيه بدل ما تقدم له المسيح وبدل ما تقدم له كتاب المقدس هو هو عاوز إيه انت هو عاوز إيه تقدم له منتج مسيحي يناسب عقل الزبون عقل السوق دي حاجة خطيرة جدا نظرية الوحي الجزء أو الانتقائي بمعنى أن فيه وحي صح وحتة مش صح فيه وحي صح وحتة مش صح نظرية تانية أن الله متواجد في جميع الأديان وفي جميع الكتب الدينية الله موجود في كل الأديان وفي كل الكتب الدينية حاجة خطيرة جدا أن الله زي ما موجود في الكتاب المقدس موجود في الكتب الأديان التانية وكمان منها نظرية أن الناس كلها تدخل السماء على فكرة فيه كتاب هو على أنه الناس كلها تدخل السماء وكلها تدخل السماء يعني بقى كل كثير من الهرتقات اللي زي كده اسمه يعني لا يوجد اسم تاني قوة تحت السماء إلا اسم يسوع وبولس بيقول لو كان في النموس بر إذن المسيح مات بلا سبب يعني بر النموس يعني يئم أعمالي أنا الخاصة بر الأعمال الخاصة أو نموس موسى يعني لا أعمالي الخاصة الأعمال ولا نموس الأعمال ولا نموس موسى يكفو وإلا المسيح كل القصة دي كلها ما يباش لها قيمة وإلا المسيح مات بلا سبب لأن الأنبياء نفسهم ماتوا على رجاء الأنبياء نفسهم ماتوا على رجاء فيه كمان الحداسة وما بعد الحداسة والمنهج التشكيكي في النص وده تفرع عنه عشرات المدارس والطروحات حول النص الكتابي وبعدين فيه نظرية الخطأ البشري في الكتاب المقدس بيقولك إن المشكلة مش فرق بنا بس البشر اللي هم وهنرد على هذا الموضوع وبعدين فيه نظرية تانية اسمها الوضعانية المنطقية هو اللي ترجمها كده يعني هي أقرب ترجمها للصحة logical post-vism logical post-vism ده إن كل شيء خاضع للتجريب وللملاحظات التجريبية بما فيها ذلك الكتاب المقدس في دي جزء بسيط جدا من طيارات ضخمة بتهاجم الكتاب المقدس وبتهاجم عصمة الكتاب المقدس وبتهاجم سلطة الكتاب المقدس وبتهاجم كلمة الله وبتهاجم كفاية الكتاب المقدس فلهذا السبب هذا أيضا الكتاب كان مهما للعالم وليس للشرق الأوسط بس على فكرة كل فترة كل فترة كل فترة من الفترات يطلع ناس أمناء ويجتمعوا ويردوا على الناس دي سواء في كتب أو في حاجة تشبه المجامع بيانات ضخمة سنة 1895 اجتمع كبار علماء الكتاب المقدس اجتمعوا في الولايات المتحدة الأمريكية وعملوا بيان اسم الأصوليات والأصوليات ده بعد كده جي منه 12 مجلد اسمهم الأصوليات تناولة الأصوليات الرئيسية في المسيحية عصمة الكتاب المقدس نمرة واحد إلهية المسيح نمرة اتنين الميلاد العزراوي في مصر بيطعنوا في الميلاد العزراوي دلوقتي نظرية الكفارة النيابية إن المسيح مات عن جميع البشر نمرة اربعة قيامة الجسد المجيء الثاني بنفس الجسد ودي اسمها الأصوليات وتعاملت بعد كده بتوسع كبير جدا في 12 مجلد وعصمة الكتاب المقدس في آخر الكتاب هتلاقوا بيان شيكاجو حول عصمة الكتاب المقدس اكتمع أيضا في سنة 78 تلتمائة واحد من أساتذة اللهوت وعلماء الكتاب المقدس وأصدروا بيان لا يقل أبدا أبدا عن قرارات المجامع المسكنية القديمة طبعا ما فيش مجامع دلوقتي كل كنيسة بقت لها مجمحة الكاثوليك عندهم المجمع الفاتيكاني والكنيسة الصغيرة زي الأقباط عندهم مجامحهم كل كنيسة عندها مجمحة الخاصة بيها والبرتستانت بيجتمعوا فيه زي مؤتمرات ويطلعوا بيانات فمنه البيانات دي طلعوا بيان شيكاجو حول عصمة الكتاب المقدس سنة 1978 وهارهولك في الآخر لأنه مهم جدا 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 وبعد كده سنة 82 عملوا بيان شيكاجو لتفسير الكتاب المقدس لأن الناس بتقولك المشكلة مش في العصمة المشكلة نفسره ازاي فعملوا بيان محددات للتفسير وده برضو بيان مهم لكن البيان الاهم هو بيان شيكاجو لعصمة الكتاب المقدس طيب المحور الرابع اللي هتناوله في هذه المحاضرة ما هي العصمة وهل الكتاب المقدس فعلا معصوم؟ هل الكتاب المقدس فعلا معصوم؟ طيب الكلمة اللي احنا مكتوب كل الكتاب هو موحي به من الله فان دايك هو ترجم كلمة بليونانية لا اقرب ترجمة الى العربية موحي به ايه هي الكلمة الاصلية؟ خلي بالكم في بيان شيكاجو بيقولك ان العصمة الكتاب المقدس مقتصرة على اللغة المخطوطة التي كتبت باللغة يعني نفس الكلمة اللي اتكتبت بلغتها الكتاب المقدس كتب بتلات لغات عبرية ويونانية وقرامية او ما يعادلها بدقة في الترجمة يعني الترجمة بدقة شديدة فايه هي الكلمة دي؟ اللي هي كلمة موحي به ترجموها من اليونانية اللي هي سيو بنيوستوس سيو بنيوستوس حتى الخراج الكتاب المقدس كتبها باليونانية هي سيو بنيوستوس دي معناها انفاس الله الله يتنفس الزفير بتعرف بنا يعني كلمة كل الكتاب هو موحي به ونافع للتعليم والتوبيخ كلمة موحي به هي يعني هزي انفاس الله يعني الكتاب المقدس مش مجرد كلام كده لا انفاس الله نيجي ليه احنا بدتكلم على ليه الكتاب المقدس هو معصوم هقول لكم بعض الايات العظيمة اللي جات في الكتاب المقدس واللي جات في الكتاب ده بتتكلم على العسمة وبعض البيانات الواضحة يعني طبعا كل الكتاب هو موحي به لها الكلمة زفير الله او الله يتنفسه وكمان تكلم به تكلم اناص الله القديسون مسوقين من الروح القدس بتاعت بطرس التانية يعني ايه مسوقين من الروح القدس يعني افضل تشبيه الهولي واحد صحبي ان اللي اتكلمه دول زي الاب بيعلم ابنه الكتابة او بيخلي ابنه يكتب نص معين والاب ماسك ايد الابن عشان يكتب الاب بدقة والابن خط الابن هو اللي موجود يعني بمعنى بصمة الابن موجودة في خطه وكلام الاب وفكره موجود في الكتابة هو ده مسوقين مسوقين يعني تحت سيطرة الروح القدس يعني الروح القدس هو المنتج النهائي للنص الالهي وده قالوا كمان يعني قالها مزمور 19 بالمناسبة فيه فصل كامل عن مزمور 19 لانه اعظم مزمور في مزامير داود بتتكلم عن الله وعصمة الكتاب المقدس وكلماته كلمتك ممحصة جدا يعني منتهى الدقة شريعتك حق كل وصاياك حق وكما قال يسوع المسيح على الصليب قد اكمل فان نموس الرب كامل ولا يمكن ان ينقض المكتوب والسماء والارض تزولان ولكن حرف واحد او نقطة واحدة من النموس لا تزول حتى يكون الكل يبس العجب وزبل الظهر اما كلمة الرب فتزبط الى الابد دي اشعياء رجع برضو بوترس قال اما كلمة الرب فتزبط الى الابد وهي الكلمة التي بشرتم بها يعني ربط الكتاب المقدس كله هو نصق واحد يقولها اشعياء يقولها بوترس يقولها بولس هو نصق واحد يسوع المسيح بيقول انا هو الطريق والحق ابي حق تكلم عن الروح روح الحق تكلم على الكتاب وقال كلام الحق وكلام اللي اكلمكم به هو الروح وحياة طبعا في الكتاب المقدس ان لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح اله الا بالروح القدس ولا يستطيع احد ان يقول ان هذا كلام الله الا بالروح القدس ايضا لان 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 كل شيء بالايمان وبالروح القدس ما ينفعش المسيحية ما تقدرش تقول إن المسيح إله العقل ما يقبلهاش ما تقبلش عملية التجسد ما تقبلش عملية الميلاد العذراوي ما تقبلش عملية ميلاد آدم بالطريقة دي ما تقبلش عملية القيامة ما تقبلش إقامة العذر فبالإيمان عشان كده حتى بولس الرسول قال بالإيمان نفهم ويقول أشعياء إن لم تؤمنوا فلن تأمنوا أو حسب الترجمة السبعينية فلن تفهموا وعلى فكرة ده كمان كان شعار مدرسة الإسكندرية القديمة إن لم تؤمنوا فلن تفهموا بالإيمان نفهم وإن لم تؤمنوا شوف بولس الرسول في العبرانين بالإيمان نفهم أشعياء قال إن لم تؤمنوا فلن تفهموا ونفس صحاح بتاع أشعياء اللي قال كده السيد أعطى نفسه آية هو ذا العذراء تحبل وتلت ابنه ويدع اسمه عمانويل لازل تفسيره الله معنا يعني أشعياء كان بيقول لو ما كنتش بالإيمان مش هتفهم الكلام ده مش هتفهم إنه عذراء تلت وتحبل عذراء تحبل وتلت الله عمانويل اللي هو الله معنا ده الكتاب المقدس فبالتالي كمان في كتير من الكتاب المقدس الله بيتكلم عن الكتاب كأنه الله يعني لم يقول الكتاب يعني الله وفي كتير في كتير في الكتاب نقلوا آيات كتيرة أنا همقلكوا آياتين بس مثلا يعني الكتاب سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم الكتاب سبق في غلطية الكتاب هو الكتاب والله الله اللي سبق فبشر إبراهيم بس الكتاب هو الله لأن كلمة الله لأن روح الله فروح كلام على روح القدوس كلمة الله وبالتالي يقول الكتاب سبق كمان لأنه يقول الكتاب لفرعون أني لهذا بعينه أقمتك رمية الكتاب يقول لفرعون الكتاب من الكتاب اللي هو الله بيقول لفرعون وبالتالي الكتاب هو مرادف لكلمة الله مرادف كتير لكلمة الله في الكتاب المقدس علشان كده زي ما قلت أن ما تقدرش تفهم الكتاب المقدس وتؤمن بسلطته وتؤمن بعصمته إلا لما تكون تؤمن بالروح القدوس وتؤمن بعمل الله وتكون مؤمن بالمسيح نفسه لأن المسيح ما ينفصلش عن كلمته ما ينفصلش عن كلامه اللي يقول لك عندنا المسيح أهم من الكتاب المقدس ما ينفعش تفصل المسيح عن كلامه إحنا ما نعرفش إحنا ما عرفناش المسيح إلا من خلال الكتاب المقدس عرفنا منين طوبى للذين امانوا ولم يروا احنا ما شوفناهوش لا الانبياء القدام شافوه لكن عاشوا وماتوا على رجاء ولا احنا شفناه احنا شفناه من خلال الكتاب المقدس بلغنا عنه بشرنا به من الكتاب المقدس من البشارة المفرحة فبالتالي ازاي المسيح اهم من الكتاب المقدس هو كلمة الله والمسيح هو كلمة الله ايضا هو المسيح قال كده يعني لان والذي من الله يسمع كلام الله لذلك انتم لستم تسمعون لانكم لستم من الله يحنا وقال كمان في تموسوس تانية لانه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمون مستحكة المثامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وانحرفون للخرفات خليني ده جزء من ايات ضخمة جدا جدا في الكتاب المقدس تشهد للكتاب المقدس وتشهد لعصمة الكتاب المقدس وتشهد لسلطة الكتاب المقدس وتشهد للروح القدس الذي قاضى البشر في كتابة هذا الكتاب المقدس لكن خلينا نشوف حاجات ارقام ارقام موجودة في الكتاب ده المسيح نفسه أشار إلى الكتاب المقدس واحد واربعين مرة أشار إلى المسيح لما جاء المسيح ما كانش تكتبت اللي أنا جيه اللي تكتبت بعد كده لكن كان العهد القديم كله مكتمل وكان المؤرخين اليهود كانوا عارفين ما كانش فيه تشكيك يعني لما جاءت سيد المسيح ما كانش فيه مشكلة في الكتاب المقدس المسيح طوص صفر وكتب وكان بيدخل ويقرأ من صفر كذا أشعياء كانت الأسفار المقدسة بتاعت العهد القديم اكتملت أوريدي المسيح تجدل مع الصدقيون مع الفيرسيين والكتبة ومع السامريين ما فيش حد فيهم طعم في الكتاب المقدس ولا في صاحة الأسفار دي المؤرخين اليهود الكبار اللي كانوا موجودين في الكرن الأول أيام السيد المسيح ما حدش فيهم قال إن الكتاب المقدس مش موجود كان الكتاب المقدس بنسخة العهد القديم كما نراها الآن كانت موجودة المسيح كمان هو أكد الحاجات دي هو أتكلم 41 مرة 11 مرة قال أما قرأتم و 30 مرة قال مكتوب مكتوب وكان يقتبس من العهد القديم وفي تجربته مع الجبل قال مكتوب لا تجرب الرب إلهك مكتوب ليس بالخبز وحده يحي الإنسان مكتوب للرب إلهك وحده تسجده أياه وحده مكتوب مكتوب 30 مرة المسيح يقول مكتوب القصص اللي بيطعنوا فيها حاليا كلها أكدها المسيح قصة آدم والتفان وسادم وعمورة ويونان في بطن الحوت كل القصص دي اللي بيطعنوا فيها حاليا هي المسيح بنفسه أكدها في العهد الجديد بعد كده أنا قريت يقول لك آه أصل المسيح مش كل اللي قاله دقيق ما هما بدأوا بين بدأوا بآدم الأول بدأوا بآدم الأول شكوكوا في قصة آدم وكانوا لابد أن ينتهوا بآدم الثاني اللي هو السيد المسيح لما شككوا في قصة خلق آدم بعد كده شككوا في الميلاد العزراوي داخل مصر نفس الان بيشككوا في الميلاد العزراوي لأنه هم نفس المدرسة اللي موجودة من قرنين بدأت بالتشكيك في الأول في قصص معينة وبعدين بدأت تقص في آدم وبعدين وصلت السادة المسيحة وبعدين وصلت في المسيحية كلها بتشكك في المسيحية كلها فعشان كده اسمه الكتاب مقدس كتاب مهم كمان من الأرقام اللي لفتت نظري في الكتاب ده في 3800 مرة في العهد القديم فقط 3800 مرة في العهد القديم فقط أشار كتاب العهد القديم إلى الوحي كلمني الرب وضع رب على فمي قادني الرب 3800 مرة يؤكد كتبت العهد القديم أنه كلمة الله هم اللي كتبوه بس كلمة الله مباشرة يعني أكثر من سبعة آلاف مرة تكلم الله إلى مخلوقاته في الكتاب في الأصفار المقدسة كرب Lord Lordship الربانية الله كلم الناس في الكتاب المقدس أكثر من سبعة آلاف مرة على أنه الرب ربهم فبالتالي ده الكتاب المقدس أكثر حاجة أكثر ما يشهد للكتاب المقدس هو الكتاب المقدس نفسه والمسيح في الكتاب المقدس والأنبياء كله شهد للكتاب المقدس فإذا أنت طعنت في أي دول يبقى بتطعن في المسيح من على رأسهم السيد المسيح بتطعن في الكل أنا الكلام ده كله موجود في الكتاب وأكتر منه بكتير بس أنا بحاول يعني عشان تبقى المحاضرة مفيدة لأنها مش مجرد عن الكتاب لكن كمان عن أسمد الكتاب المقدس والحاجات اللي جات أنا في واحد من المؤلفين واحد سكولر يعني حاجة كبيرة أوي من علماء الكتاب المقدس الكبار جون فريم ده عامل شوية تعرفات أنا أقول لكم شوية تعرفات دول لأنهم مهمين جدا أننا نقولهم عامل شوية تعرفات أول حاجة الوحي إحنا قلنا الوحي هو أنفاس الله ده هو الفعل الذي يخلق الله به هويته هوية مميزة مشتركة بين الكلمات البشرية وكلماته الخاصة ده تعرف جون فريم للوحي الحاجة الثانية السلطة السلطة الحق في الحق أن الله لديه سلطة عليا لذلك لديه الحق في إخبارنا بما يجب علينا فعله ويجب أن يستقبل منا بالطاعة في المقابل وحيث أن الأصفار المقدسة هي كلمة الله الموحي بها فإنها لها نفس الحق فيما تقوله الأصفار المقدسة يقوله الله يعني ما تقوله الأصفار المقدسة يقوله الله وده اسمها السلطة الكتاب المقدس وأنا جمعت من خلال الكتاب يعني حملت يعني زي كده رسم رسمة توضح يعني إيه السلطة ويعني إيه الحاجات المستلحة دي عملتها في شكل يعني رسم بياني كده الكمان التنزيه الكتاب منزه دي يعني ايه استحالة الخطأ التنزيه يعني استحالة الخطأ يعني الكتاب المقدس استحالة ان القول بان الله منزه لا يعني فقط انه لا يخطأ شوفوا الكلام الجميل لا يعني فقط انه لا يخطأ بل يعني انه لا يستطيع ان يخطأ وحيث ان الاسفار المقدسة هي كلمته فيمكن ان نقول نفس الشيء عن الاسفار المقدسة واخيرا العسمة عدم وجود خطأ نهائيا ومطلقا في الاسفار المقدسة سواء ناتج هذا الخطأ عن جهل او عن خدام انا هقول لكم على فكرة هدخل في فصلة مهم جدا هقول لكم حاجتين عن حطيتهم انا كلمتين مهمين جدا اللي هي الكلمة الشهيرة اللي هو الكتاب المقدس وحده الكتاب المقدس وحده ده سولة سكريبتيرا دي ما اخترعهاش بتوع هم بس صاغوها اللي هم بتوع الاصلاح الكنيسة دائما عايشة على سولة سكريبتيرا يعني ايه سلطة وعصمة الكتاب المقدس الجناحين بتوحها ان الكتاب المقدس معصوم وان المقدس ده سلطة كل الاباء الكبار القديسون الكبار في تاريخ المسيحية قبله كانوا بيأكدوا على الاتنين على عصمة الكتاب المقدس وعلى سلطة الكتاب المقدس وبالتالي رواد الاصلاح ما جابوش كلمة الكتاب المقدس وحده من فراغ انا حطيت لها تعريف كده سولة سكريبتيرا معناها حطيت لها اربع حاجات اللي هي التقليد يغضع للكتاب نقاء ونزاهة الكتاب المقدس وحنتكلمنا عن نزاهة من شوية سلطة الكتاب المقدس وكفايته لنا يعني السلطة والكفاية دول الاربع حاجات اللي حطيتوا بتحت كلمة الكتاب المقدس وحده طيب سلطة الكتاب المقدس يعني ايه جمعت لها عدة حاجات تبين سلطة الكتاب المقدس عشان يبقى فيه تقبل سلطته يجب تؤمن به تحبه لانه كلمة الله اذا امنت بالكتاب المقدسي بقى تحبه لانه ده كلمة الله لانك انت ده سلطة اختيارية انت اخترتها فبالتالي لازم تحب هذا الكلام نمر 3 تطيع كلمة الله نمر 4 تلهج في التسبيح بكلمة الله نمر 5 مخافة من كلمة الله نمر 6 المصدر اللهوتي لكل ما عرفتك تكون من الاصفار المقدسة ده معناها سلطة الاصفار المقدسة اجي محور مهم جدا 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 وخاصة لنا احنا الارثوزوكس ان هو سولة اسكريبتيرا ده فصل مهم فصل مهم سولة اسكريبتيرا في فكر الاباء ما قبل الاصلاح ده فصل مهم جدا 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 يعني ما معنى كلمة الكتاب المقدس وحده في فكر اباء قبل الاصلاح هذا الفصل مقسمه الراجل لي زي ما قلت ان هو الاباء عسمة الكتاب المقدس عند الاباء ما قبل الاصلاح سلطة الكتاب المقدس عند الاباء ما قبل الاصلاح الكتاب المقدس يحكم التقليد يحكم التقليد نعم حتى السنسوس كده تعالي نشوف بسرعة شديدة جدا عشان الوقت يبقى نشوف الاباء اولا نبدأ في عسمة الكتاب المقدس في فكر الاباء الكنيسة الاوائل القديس كلماندس انكب بيقول انا كتيشنز حاجات صغيرة كده القديس كلماندس بيقول انكبوا على دراسة الكتب المقدسة التي هي المنطقات الحقيقية للروح الكدس القديس اغرغاريوس الكبير بالله انه من غير المجدي ان نسأل كان فيه تفكير من كتب سفر ايوب بما انه يعتقد بحق ان الروح الكدس هو واضعه بيقول يعني حتى الجدل حول من كتب سفر ايوب من كتب سفر الاصفار الخامسة بتاع التوراة موسى ولا غير موسى مش زا اهمية طالما ان احنا عارفين ان الروح الكدس هو اللي واضع الحقيقي لهذه القديس اغسطينس بيقول الكتاب المقدس هو سلطة الحق غير المخشوشة هو الصدق الكامل والمطلق الصدق الكامل والمطلق القديس ايريناوس ايريناوس ان الاصفار المقدسة هي كاملة حقا اذا تم النطق بها بواسطة كلمة الله وروحه القديس السنسوس الرسولي الاصفار المقدسة المرحب بها هي كافية لاعلان الحق ده بتكلم على عصمة الكتاب المقدس تبتعالوا سلطة الكتاب المقدس في فكر الاباء الشهيد اغسطينوس بيقولك الاصفار المقدسة تصاحبها سلطة الله الخاصة القديس اغسطينوس الاصفار المقدسة لها السلطة العليا لأنها كلمة الله القديس إيريناوس الأصفار المقدسة هي السلطة النهائية باعتبارها القاعدة والركيزة لإيمان الكنيسة يبقى أباء الكنيسة الكبار وده نمزج من كم مهول من الكلام اعترفوا بالعصمة اعترفوا بسلطة الكتاب المقدس المهمة دي كمان الأصفار المقدسة فوق التقليد ده مهمة جدا جدا دي للكنيسة بتاعتنا القديس وغسطينوس بيقول لنرفع من بيننا تلك الأشياء التي نقتبسها بعضنا إذا بعض يعني فلان قال وفلان قال من مواضع أخرى غير الأصفار اللي هي القانونية لأنني لا أريد أن تستند الكنيسة على أي توصائق إنسانية بل على وسيط الوحي لله القديس وغسطينوس بيقول آه أوكي حسن أن نقول بس يعني ما يكونش الاهتمام الكبير فلان وغسطينوس قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال لا المفروض الأساس الاقتباس الأساسي هو من الأصفار المقدسة القديس كورولوس الأورشاليمي يجب يجب عدم التسليم بأي تصريح بمعزل عن الأصفار المقدسة ولا ينبغي علينا الانسياق وراء فصاحة الكلام وحيلته وحتى بالنسبة لي كورولوس الأشاريمي بيقول فلا ينبغي أن تعطي لي مصدقية مطلقة ما لم تحصل على دليل يصادق على الأشياء التي أتكلم بها من الأصفار المقدسة يعني حتى بالنسبة لي كورولوس الأشاريمي ما تعتبرش كلام حاجة مهمة إن ما كانتش تيجي من الكتاب المقدس القديس باسليوس القيصاري يجب تدريب المستمعين على فحص ما يتلقونه وفكا للأصفار المقدسة وأن يتلقوا فقط ما يتفق مع الأصفار المقدسة ويرفضون العقائد المخالفة يعني كلهم المرجعية الأساسية لتقييم أي شيء هو الكتاب المقدسة يحنى ذهبي الفم يجب دعم جميع الحجج استنادا على الأصفار المقدسة وحدها وليس اختراعا على المنطق البشري بل ذات الجمأ التي وردت في الأصفار المقدسة أنا أرى أي إنسان كائنا ما كان حتى لو كان من المسيحيين الحقيقين زائع الصيط وبتكلم يعني عن القديسين لا ينبغي معاملته من قبلنا بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأصفار المقدسة فنحن لدينا الحضرية أن ندينا ونشجب أي شيء في كتاباتهم مع كل الاحترام لهم متوجدنا أنهم استساغوا آراء مختلفة عن الآراء الإلهية التي تعكس الحق الإلهي يعني بيقول حتى كمان دينه وهو نفسه عمل حاجتين القديس غستينوس عمل موقفين كبار أولا طعن في حاجات من كيبريانوس وقال إنها مش صحيحة ومع جيروم غلطية اتنين اللي هو رسالة بولوس الرسولة غلطية وإن اختلف بوترس مع بولوس الرسول على موضوع اليهود والأمم وكلام زي كده اللي ذكرها بولوس فكان العلامة أورجانيوس في مصر المصري اللي وقال إن بولوس اختراحها ودي مش موجودة فطبعا تلميذ تلميذ من تلميذ القديس أورجانيوس كان تلميذه القديس جيروم والقديس جيروم ده واحد من أشهر قديس الغرب وهو اللي ترجم أول من ترجم الكتاب المقدس إلى اللاتينية وقال أنا متقبل لرأي أورجانيوس فرد عليه القديس أوستينوس برسالة طويلة وقال له خطأ 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 ما تقوله خطأ الكتاب المقدس ما فيهاش زرد خطأ ولو قابلنا كده يبقى طعننا في المسيح وطعننا في الأصفار المقدسة ما ينفحش نطعن في حتة لو طعنت في حتة معناها بتطعن في الكتاب المقدس كله تعالوا للقديس أسانسوس الرسولي الأصفار المقدسة كافية فوق كل شيء بما في ذلك المجامة وأن مجمع نقية تعكس قراراته الحق المعلن في الأصفار المقدسة بيقولي يعني الأصفار المقدسة ونقية ده مجمع كويس لأن القرارات بتاعته بتعكس الحق المعلن في الأصفار المقدسة بسهلوس الكبير قضية قولية المسيح لم تركز في النهاية على تعليم القادة المسيحين الأوائل بل بالحري على سلطة أكبر كلمة الله يعني بيقول أن أي تعليم أو أي مجامع أو أي حاجة فيه مش هي جاية من الناس ولكن من سلطة كلمة الله ده المحور ده كبير جدا وممكن ترجوك وتقروا كتام كتابات الأباء كلها بتؤكد ثلاث حاجات سلطة الكتاب المقدس عصمة الكتاب المقدس أنهو المرجعية لأي كتابات أبائية وفوق المجامع وفوق كل شيء وفوق أي كتابات فوق أي كتابات كل ده لازم يقاس على إحنا عندنا مجمع خلق دونيا اختلفوا 14 قرن وبعد كده قال له ده اختلاف لفظي بيننا وبين على في خلق دونيا بعد يبقى أخطأ ديسكورس وأنا يعني أقرأ يعني قرأت بحث الأنباء غير غريس الأسقف القبط قاله في السبعينات إن ما حدث بيننا وبينهم في بين الرومانيين في مجمع خلق دونيا كان خلافا لفظيا تافيا نحن لسنا أطخيين وهم ليسوا نساطرة طيب خلاص وبعد كورون طويلة حتى المجامع نفسها ليست لها العسمة فيش حاجة لها العسمة تعالوا بقى عسمة أي حاجة من المجامع تتفق مع الحق الإلهي مقبولة وغير كده غير مقبولة تعالوا جزء مهم كمان فصل مهم اللي هي العسمة والليبرالية والتنوير طبعا أن الخلط خلط كبير ما بين المسيحية المسيح نفسه هو الأسمة من قدم حقوق الإنسان من قدم التنوير ومن قدم النادي الإنساني ومن قدم رفع مستوى البشرية وحق الإنسان إلى طريقة يعني مستوى غير عادي شوفوا الموعزة على الجبل كل مواصل حقوق الإنسان تأخذت من التراث المسيح التراث الإنجيلي يعني أسمن ما يكون موجود في باستثناء طبعا الانحرافات فيما يتعلق به اللي حصلت في السنوات الأخيرة زواج المسليين وغيره ده طبعا مش من إنجيل المسيحية لا تتعرض مع العلمانية ولا مع التنوير ولا مع الليبرالية فالمسيح هو مصدر السمو والحرية وحقوق الإنسان والعلمانية ومؤسس النادي الإنسان وأنا كتبت مقالة بهذا المعنى على دعوة للدخول في النادي الإنساني وقلت إن المسيح هو من أسس النادي الإنساني في مثل السامر الصالح وفي المسيح قال كل ما صنعتم بهؤلاء الأصغر فبي قد صنعتم ومتكلمش عن المسيحيين لا بتكلم عن إخواته إخواته في الإنسانية كل الناس إخواته في الإنسانية ساعدوهم ساعدوا الناس كلها ده قصده السيد المسيح إيه بقى الليبرالية كما أعرفها أنا الليبرالية والتنوير أنا بحطة هذا التعريف لأن فيه خلط كبير لأن طول الوقت أنا كتبت عشرات المقالات في التنوير وفي الليبرالية ومؤسس في الليبرالية الجديدة مثل الـ 22 وفي كل المنصر أنا حطي التعريف بالنسبة للمسيحيين أن كل شخص حر في إيمانه يعني الليبرالية أن كل شخص في إيمانه يأما تؤمن أو لا تؤمن الحد والكفر حقه مطلق لي ولكن إذا أمنت بالمسيح فإن عندك حاجتين كل شيء خارج إيمانك يغضع لسلطة العقل أما الإيمان المسيحي يغضع لسلطة الروح القدس وكلمة الله فأنت أولا حر تماما تؤمن أو لا تؤمن ولكن لو أمنت بالمسيحية فإن هذا الإيمان يغضع لسلطة الكتاب المقدس يغضع لسلطة الروح القدس يغضع لسلطة كلمة الله اي شيء خارج كده استخدم العقل كما تحب لكن استخدام العقل وان العقل يكون هو الفايصل فيما يتعلق بكلمة الله ما تنفعش لان فيه قصص لا يمكن قبولها عقليا فيه قصص لا يمكن تجربتها ازاي واحد يقومه بعد ثلاثة ايام زي العازر او المسيح ذاته ازاي واحد ففيه هذه القصص يعني بالايمان نفهم لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح حرب الا بالروح الكدس العلمانية طبعا ده المسيح هو ما لكيسر لكيسر يعني العلمانية اللي هي انا بكتبها تحت كل مقالاتي العلمانية هي الحل العلمانية الفصل بين الدين والدولة بين الزمن والروحي المسيح نفسه اللي اسسه فبالتالي ما فيش تعارض بين المسيحية وبين كل هزي الموضوع وبين استخدام العقل اللي اوسع ان تقفل علوم التجربية وفي كل شيء انت حر تستخدم ولكن اذا قبلت المسيح وردتك الحر ايضا لان مش مفروض عليك ان تلتزم بكلمة الله وبسلطة الكتاب المقدس الناس اللي هم يعني فيما اقول ايقولك اذا اجتمع خمس خمس تقدميين ونقشوا الكتاب المقدس فيطلعوا بست نظريات او عشر نظريات على الكتاب المقدس وبدون ان يقدموا يعني احنا عندنا اطنان من المخطوطات والدراسات على الكلمة ومن كتب ومن كتبت هم لا يعرفوا لمن كتبت واين كتبت وتاريخ كتابتها مقدموش اي اجابات عنه هم بس بيهدوا بس بيقدموش اي اجابات فقط بيهدوا الموضوع ده هم بيقولك ان العقل هم فلسفة المجموعات دي اللي هي بتطعن في الكتاب ان يقول ان العقل البشري يتفوق على الاعلان الالهي وبالتالي لا يجب ان يغضع العقل اللي اعلان الالهي خلاص يبقى لغم المسيحية يعني المسيح مش اله والبشر مش فسدين والكتاب المقدس مش محصوم خلط ضربوا الاسس المسيحية ده فيه كذا فصل موجود في الكتاب على موضوع التنوير والبتاعه وانا احب انكم تقروها يعني مش عاوز اضيع الوقت لازم اقول لكم شوية حاجات على اللي هي الاساس في الموضوع على فكرة ان هذا الكتاب المقدس يعني دايما بيشككه في كلمة الله لان الاسل يعني مثلا في حوة مثلا والحية ما كانش تقول لها ان الله غير موجود اللي يقول ان الله غير موجود بيروح الالحاد لكن المسيحيين نفسهم اللي هما داخل الكنيسة واعضاء حوة وآدم كانوا بيعيشوا مع الله مع الله وبالتالي اللي حصل انه لازم يشككوهم في كلمة الله احقا قال انكما هو التشكيك في كلمة الله بدأ من اول لحظة في الخليج احقا بيشكك في كلمة الله وده بيحصل مع المؤمنين داخل الكنيسة نفسها انه هيشككوهم في كلمة الله انا اتكلم على بيان شكاغول اصبت الكتاب المقدس اللي عملوه حوالي 300 عالم من الكتاب المقدس وبدأوا في سنة 1978 الكتاب على مدة 3 ايام وعملوا هذا الاعلان الرائع هو في نهاية الكتاب وارجوكو انه يقراه بدقة شديدة هو عمل بيان كصير وبعدين عملوا حوالي 15 مادة نقر وننكر نقر وننكر مثلا على سبيل المثال البان القصير الله الذي هو نفسه الحق ويتكلم بالحق فقط اوحى بالاصفار المقدسة اللي يعلن نفسه بهذه الطريقة للبشرية الضالة من خلال يسوع المسيح كخالق ورب فالكتاب المقدس هو شهادة الله لنفسه ان الاصفار المقدسة كونها كلمة الله الخاصة التي كتبها رجال عدوا واشرف عليهم من قبل الروح الله هي سلطة الهية منزهة في جميع الامور التي تمسها بدا بعض المكتطفات ان الروح القدس المؤلف الالهي للاصفار المقدسة يزبط اصلاتها لنا عن طريق شهاداته الداخلية وكذا يفتح حقولنا لنفهم معناها كونها معطاة من قبل الله كلية ولفظيا فان الاصفار المقدسة خالية من الخطأ او الضلال في كل ما تعلمه وفيما تنص عليه من اعمال الله في الخلق وعن احداث تاريخ العالم وعن اصولها الادبية عاود ذلكوا حاجة نقطة بسريعة ان الكتاب المقدس ليس كتاب تاريخ ولا كتاب علم ولكن كل ما جاء فيه في التاريخ صحيح كل ما جاء فيه في العلم صحيح واحيانا احنا ما وصلناش لحاجات هو يعني بنكتشفها بعد كده في القرن الثامنة التسعتاشر كانوا بيقولوا مفيش حاجة اسمه الحسيين واللي موجودة في الكتاب المقدس مفيش حاجة اسمه الحسيين وبعد كده في القرن العشرين اكتشفوا ان الحسيين دي كانوا موجودين وعاصمتهم كانت في حتة في تركيا الحالية وبالتالي طلع الكتاب المقدس بعد هما ما قاعدوا 200 سنة يطعنوا في وجود مجموع اسمه الحسيين اكتشفوا بعد كده ان الحسيين دول موجودين وكان لهم عاصمة في منطقة ما في تركيا حاليا ونقوش وحاجات جابوا اثار كتير اثبات فبالتالي انت اولا حاجة ممكن ما تفهمش كلمة لانك لسه ما فيمتاش في فصل واضح هل كلمة الله واضحة بما فيه الكفاءة نعم واضحة للخلاص فيه طبعا مشكلات ومحتاجة الى تفسيرات ومحتاجة الى درسات ولازم تدرس طريق وفيه علماء الكتاب المقدس وفيه اباء قدموننا درسات كتير عن الكتاب المقدس لكن الكتاب المقدس بوضعه الحالي هو كافي جدا للوضوح الالهي في الواضح وللخلاص وللحياة لانه مش مجرد كتاب هو الروح وحياة لو ما غيركش الكتاب المقدس ما غيرتش كلمة الله مش مجرد كتاب تاريخي بتقراه ولا كتاب علم ولا كتاب جغرافي انت بتكلم بسلطة وعصمة الكتاب المقدس وانه هو الحق الالهي المعلن وبالتالي من هذا الاطار تدخل على كلمة الله وتقراها بخلاف كده مش تستفيد منها انا مش عاوزة كنت عاوزة اقرى الخمستاشر مادة اللي موجودين في هذا الاعلان لانه اعلان رائع 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 وانه في تقديري لا يقل هم قالوا هم متوضعين قالوا احنا ما اعتبرناش مجامع ولكن اعتبروا بيان حول الكتاب المقدس لكن انا بعد ما اريته هو اقرب الى قرارات المجامع المسكنية فيما يتعلق بأصمة الكتاب المقدس وزي ما قلت في كل فترة من الفترات كل ما تزيد الطعون على الكتاب المقدس اجتمع الأمناء في مكان ما زي ما اجتمعوا سنة 1895 اجتمعوا عدة مرات وطلعوا بيانات ايمانات كتيرة جدا جدا اكتر من مرة وده 1978 و1978 بيان شكاو حول عصبة الكتاب المقدس وبيان شكاو حول تفسير الكتاب المقدس دي هي المجموعة الأمناء اللي بتحاول تقول لنا اوعى تنحرفوا عن الطريق انا يعني الكتاب مليء بالكلام مليء بالكلام جدا جدا ومش عاوز اطول عليكم اكتر من كده لان المحاضرة طالت اكتر من يعني ما حبش المحاضرة الطويلة قوي قوي كده لكن لان الكتاب مهم ولان الحدث مهم ولان الموضوع مهم ولانه ده جديد جدا في الشرق الاوسط اه مش مش من الكتب العادية لا ده اكتاب يقرأ بعناية ويوضع في المكتبة ما يجيبوش ما تشتروش عشان تركنوا اقراها حرف 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 لانها تطلع بالزخيرة كويسة جدا جدا عن الطعون في الكتاب المقدس وعن الردود حتى الاشكاليات حتى هوشع مثلا في فصل كامل عن هوشع الخلافات ما بين ماتة وهوشع في من مصر دعوت ابني عاملين عليها فصل ووضحها لنا لان في حاجات محتاجة لتوضيح غلطية في حاجات محتاجة لتوضيح فموجودة كتير اشكاليات تردوا عليها فيما يتعلق بالكتاب المقدس مرة تاني انا اذكركم بان الكتاب هذا الكتاب الكلمة المعصومة هذا الكتاب الرائع الجميل هذا الكتاب الرائع موجود في مصر عند الاستاذة نسمة كمال 012 012 38131 او القصة اشرب بشاي في الخارج وانا احب اختم باني تكون هذه موجودة عشان تشوفوها ارجو انك تشوفوها وتكون طلعت في الكاميرا وكانت واضحة عشان بس بها لكم كده لمدة دقيقة تنقلوا اللي فيها تنقلوا الشكرا جزيلا ونلقاكم في محاضرة اخرى الاسبوع القادم ودائما اكرر ان انا لست متخصصا في اللاهوت لكن غيرتي على الكتاب المقدس ورؤيتي لان هذا الكتاب رائع وجميل فحبيت اشاركوا ما قرأتوا في هذا الكتاب هي كل هذه المعلومات التي قلتها موجودة في الكتاب واكتر واضعاف اضعافها فشكرا للمؤلفين العظام الاربع وعشرين شكرا للمحرر اللي هو الدكتور القصة جون ماك ارثر شكرا لدار النشر والقصة اشرب بشاي شكرا للمترجم الرائع صاموال صليب على مجهوده شكرا لكل من تعب في هذا الكتاب ودافع عن عسمة وسلطة الكتاب المقدس كلمة الله الحقيقية شكرا لكم